اشتركوا في القناة اللي الحلقة في حلقة خاصة نزلت عن هذا الموضوع لتحركات المشتري في 2023 ولكن في انتقال رح أعقب عليه شوي هيك بشكل مختصر ولكن التفاصيل كلها موجودة بالحلقة المنفصلة القمر اليوم موجود في برج العقرب في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة وطبعا رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و48 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشولى وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وبما ان القمر موجود في برج العقرب معناته بالظل هاي الفترة أكثر من نكون فيها يعني كلنا جميع الأبراج أكثر تطرفا في تصرفاتنا يام نحبه بشدة يام نكرهه بشدة ونشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط موصعنا لاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التأمين كعقد تأمين شراء تأمين تجديد تأمين مراجعة تأمين لا إلا أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء أو استئجار بيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا زاوية وحيدة الآن صفت من الزوايا البطيئة هي القائمة أي متصلة باقي الزوايا الموجودة على الخارطة الفلكية بتشوفوها هي زوايا منفصلة الزاوية المتصلة هاي هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري يعني زاوية سلبية وتأثيراتها لغاية يوم 26-12 هاي الزاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه يعني ما تعتمد على الحظ نهائيا من ميل للعيش دون مستوانة وتبذير أموالنا وأهم شيء بالفترة هاي نتجنب المراهنات والمضاربات المالية ممكن نتعرض لبعض المشاكل مع السلطات أو العدالة بسبب وضع مالي ما هذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو دروتها اللي هي مع القمر أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات العصر تقريبا هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة دروتها الساعة 1 و 21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون دروتها الساعة 6 و 32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من منتصف الليل الليل هاي ولغاية ساعات المساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عام الروتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون دروتها الساعة 11 و 57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير واللي كثير صارت عليه ضجة وأوهام وتوهيم للمتابعين من كثير من الأشخاص المدعين بعلم الفلك أو اللي مش قادرين يفهموا علم الفلك طبعا بس هي المشاهدات أو لعملية لفت الأنظار يعني بمعنى آخر ما بهمهم أعطى معلومة صح معلومة غلط اللي هي معلومة المشتري اللي رح ينتقل من برج الحوت لبرج الحمل طبعا في حلقة أنا ذكرت أنها نزلت على القناة الحلقة هاي بتشرح بالتفصيل أنه وين رح يكون كيف رح ينتقل ينتقل من الحمل للتور أمتى رح يتراجع وين وتأثيراته على جميع الأبراج والمين اللي بستفيد وإمتى بستفيد وإمتى ما بستفيده من المشتري فهاي الحلقة مهمة الكل يتابعها عشان يفهم إيش يعني علم فلك بالنسبة للانتقال طبعا للمشتري هو رح ينتقل له ثلاث حركات في عام 2023 اللي هي الحركة الأولى اللي هي الآن رح أذكرها اللي هي الحلقة اللي رح ينتقل فيها المشتري من الحوت لبرج الحمل ورح يظل في برج الحمل طبعا هو رح ينتقل اليوم الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر اليوم طبعا ورح يظل موجود في هذا البرج يعني في برج الحمل لغاية يوم ستاعش خمسة لغاية الساعة خمسة وتسعتاشر دقيقة من مساء يوم ستاعش خمسة بعدها المشتري رح ينتقل لبرج الثور وما رح يرجع لبرج الحمل يعني بمعنى آخر مجموعة الأبراج النارية رح تستفيد في فترة اللي هي وجوده في برج الحمل اللي هي النارية والهوائية اللي هي من عشرين اتناعش لغاية ستاعش خمسة وبعاديها رح يستفيدوا موليد الأبراج الترابية والمائية اللي هي من ستاعش خمسة وما بعد ولكن برضو في عنا تراجع للمشتري اللي بفقد فيها كل طاقته وبالعكس رح يشكل زوايا سلبية في فترة وجوده في برج الثور يعني بمعنى آخر رح يعطي إيجابيات ورح يعطي سلبيات في نفس اللحظة عشان هيك ما بحب أنا أوهم وما بحب تعيشه بالوهم عشان هذا الوهم له مضار المضار من الوهم هذا أنه أنت لما تسمع واحد اثنين ثلاث عشرة كلهم بحكوا نفس الكلام المتميزين والناجحين والملوك والمش عارف إيش وسيادة الأبراج ورأس البرج ومش عارفها هاي الألقاب كلها هدولا ماشي في ناس بتعتبرها دفعة أمل أو جرعة أمل ولكن لما أنت هذا الكلام ما بصير معاك إيش رح يقول هدولا جماعة كذابين هذا علم فاشل هذا الكلم العلم مش مضبوط هدولا ناس بس بيحكوا بالهوى يعني بألفوا وكل هاي الأشياء هو أنا مين اللي تشوه هد سمعته اللي تشوه سمعته علم الفلك وهو علم قبو جدا ولكن مش للناس اللي متسلقة بس بدها تجيب مشاهدات عشان أكم دولار بده يدخل جيبتهم فعشان هيك لازم الواحد يعرف الصح من الغلط ويعرف يميز هاي الأمور وما يعيش بالوهم أي كوكب فيه إلو إيجابيات وبرضو فيه إلو أوقات بصير فيه إلو سلبيات لازم تعرفوا هذا الموضوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة أربع وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء من واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتخر البعض الشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون ذروتها الساعة سبعة مساء بتوقيت جرينيتش يعني من ساعات الظهر لساعات ما بعد منتصف الليل فهي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالة ذات صلها بذلك كلفا والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض البروستاتا عظم العانة والجينات هذول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عنه العمليات الجراحية إذا ما كانت اضطرارية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي يجب أخذ العلاج ومراجعة الطبيب طبعا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن دون الأعضاء هاي هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج العقرب معناة خلو المسار القادم سيكون يوم الأربعاء 21-12 بيبدأ خلو المسار الساعة 2.44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى اليوم يعني حتى الساعة 7.12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الحلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 2.6 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره 27 يوم نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 منتحسي بنسبة 40% الغمر في العقرب حتى يوم 21-12 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء المتأخرة بصير سعيد يعني بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 100% الزهرة في الجدي حتى يوم 31 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يضل بالحمل لغاية يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% أما بالنسبة لزحل في الدلو رح يضل لغاية يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورا نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثم فرصة لمكسب مالي بيجي مصدره من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية وخصوصا في التفاوض ممكن تضطروا لتقديم التنازلات وتصحيح الأخطاء تقبلوا آراء الآخرين بدون تحفظ وفممكن تنشغلوا اليوم بمعاملة أو ملف برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم ولكن بتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم لأن القمر موجود يعني مقابلكم تماما فهذا الشيء بيستفزكم وبيقلل من طاقتكم فلا تعرض لقاءاتك للفشل بتحمل هذه الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها من أكثر أيام الشهر ضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعادي أحد تجنب الخلافات كليا لأن خصمك اليوم بيكون قوي وطباعك ما بتكون مستقرة برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاءكم وأخذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر لأن القمر موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة التزاماتك خلال هذا اليوم فعشان هيك بدك تراعي ظروفك الصحية في بعض يعني ممكن أنك تعيد ترتيب الأوضاع أو تتحسن بعض الأحوال اللي العلاقة بالعمل برج السرطان ابتجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا واليوم بيحمل لكم فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من الأوضاع أو الالتزامات الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف للحب للغرام للتقرب من الأبناء برضو يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة جدا برج الأسد بتنهمكو في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا يعني للتقارب أو التقرب من أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم أهم شيء أنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وبتبدو قلق وممكن تتذمر لأقل الإشارات برج العذراء بتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبرضو مناسب لتعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران وللاهتمام إما بالسيارات أو الاهتمام بالإلكترونيات ممكن تقوم اليوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة وعبر عن رأيك وفاوض بجراءة أنت اليوم بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر علي جدا والقدرة على إيجاد الحلول في أي مجال برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكه طبعا ممكن يحصل على مستردات هبات دعم هدية أشياء من هذا القبيل وبتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك أهم شيء أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة برج العقرب طبعا بما أن القمر موجود عندكم فاليوم أنتوا عندكم نشاط حيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وبتطلق إشارة أو خبر ابتنتعش العواطف وبتزدهر عندك لقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي تعتبر بالفعل أفضل أيام الشهر برج القوس يوم آخر غير مريح لا صحيا ولا نفسيا لأن القمر موجود في بيت المتاعب برغم عدم موجود أي مخاطر ولكن بتكون تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل ضروري تخلدوا للراحة ابعدوا عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهميش إنك ما تجازف بسلامتك لأنها هاي فترة فارغة من الحظوظ وبرضو مش كل شخص بوعدك بشيء معناته رح يوفي فيه برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم خلال هذا اليوم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق وتعتبر هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية اقتناس لإعلان رائي أو للحصول على موقع معين أهم شيء إنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة وحاول إنك تخلي علاقاتك الاجتماعية هي أولوياتك هذا اليوم لأن مكاسبك كلها تيجي من علاقاتك برج الدلو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا ممكن اليوم يعني يرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبينجحوا بإثبات جدارتهم وليل رضى المسؤولين أهم شيء إنك تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة الفتن تعتبر هاي فترة مهمة ابتمتحنك فعشان هيك لا تضعف لا تستسلم لا ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤوليتك برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطف مع أحبائكم ويعتبر يوم مناسب لإجراء مقابلة تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه اليوم ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر هاي فترة من أجمل أيام الشهر بتكون الفترة هاي فيها انت نشط جدا وبتشكل لك هاي الفترة محطة للانطلاق بورشة جديدة أو علاقات جديدة مثلا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء